أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاركما إن الله سميعا بصير الذين يغايرون منكم من النسائه مما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلى اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وسورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعنون لما قالوا لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتنسى ذلكم توعجون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتناسى فمن لم يستطع فإطعام ستين مستين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ولوالكافرين عذاب أليم إن الذين يحاذون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات ولوالكافرين عذابهم مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شجيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبغهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم ويتناجون بالإثم والعدوان ومعسية الرسول وإذا داغوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبون جهنم يصلونها فبقص المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعسية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى فاتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزوا الذين آمنوا وليس بظارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشجوا فانشجوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدين جواكم صدقات ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور وحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدين جواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيع الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قرما وضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شجدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمالهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهير لن تغني عنهم أموالهم ولا أولئهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يمعثهم الله جميعا فيحرفون لهم كما يحرفون لهم ويحسبون كما يحرفون لهم ويحسبون أنهم على شريء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إلا حزب الشيطان من القاسرون إن الذين يحدون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح ويدخنهم جنات تجري من تحقي الأنهار وخالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حسب الله ألا إن حسب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظلمتم أن يخرجوا وظنوا أهلهم مالعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يقربون بنتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبساء ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذابهم دار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شجيد العقام ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على قصولها فبإذن الله فبإذن الله وليخزي الفاسسين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أعدفتم عليه فما أعدفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله ولكن الله واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فأخذوا وما نذاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شجيد العقام للفقراء المهادرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون قبلا يبتغون قبلا من الله ورغوانهم وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوا والدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوطوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اوفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا عظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنقودن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتتم لننصرا لكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإن قوتنوا لا ينصرونهم ولإن نصرواهم ليولن الأدبار فهم لا ينصرون لأنتم أشجد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا نقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدور بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا من ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيخان إن قال للإنسان فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبة ما أنهما في من نار خالدين فيها وذلك كزاء الوالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظوا نفس ما قدمت لغد واتق الله إن الله قبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فإنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستغي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نقربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيم والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهين العزيز الجبجبار المتكبر سبحان الله عما يشيرون هو الله الخالق البالئ صصير لهم أسماء الحسنى يسبح لهم ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتفذوا عدوي وعده وكم أولياءكم يكون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداءهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسلتهم بالسوء وودوا لو تتفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفسر ميلكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا مرآوا منكم ومما تعملون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك كنه الله ينشي ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم خسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولف إلا الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور ورحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبقوهم وتقصصوا إليهم إن الله يحب المقصصين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهادرات فامتحروهم الله أعلم بإيمانهم فإن علمتمون ممنات فلا تضعون إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تتنكحوهن إذا آتيتمون أدورهم ولا تنسسوا بعصف الكوافر واسألوا ما أنفقوا وليسألوا ما أنفقوا ذلك الحكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أسواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أعنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشرين بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزمين ولا يقتلن أغنادهن ولا يأتين بمهتان ولا يفترينه بين أيديهم وأرجلهم لولا يعشينك في معروف فبايعهم لو استغفر لهم الله إن الله غفور وحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من ألحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبرطة عند الله أم تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأهلهم بنيان موصوص وإذ قال عسى لقومه يا قوم لما تقولونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلا ما زاغوا أزاغ الله قلوبه والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما داءهم بالبينات قالوا هذا سسر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متن نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّقُمْ عَلَى تِجَوَةٍ أَرْتُوجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُمْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُرُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَلْهَا وَمَسَاكِنَ فَيِّبْتًا فِي جَنَّاتِ عَدْلِ ذَلِكَ الْخَوْزُ الْعَجِيمُ وأخرى تحبونها بصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مظيم للحوارين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنوا الضائفة فآمنوا الضائفة من بني إسرائيل وكفروا الضائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز حكيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك قبل الله يؤتيه من يشاء وهو راب ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التطرات ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئسمة القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنت صادقين ولا يتبنونه أبدا بما قدمت حيديهم والله عليهم بالظالمين قل إن الموت الذي تكرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيربعكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذعوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهون فاضضوا إليها وترفوك قائما قل ما عند الغي خير من الله ومن التجارة والله خير ورازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا داءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانا جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقرون وإذا رأيتهم تعدم كأجسامهم وإن يقولوا تسمع لقبلهم كأنهم خجرون مسندة يحسبوا لكل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لهم رؤوسهم ورأيتكم يسردونهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهد القوم الحاسصين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله قزائل السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجون الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين أعلموا لا تذيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسزون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم المهود فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أدل ما ومره قبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك ولم الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليهم بذات الصدور ألم يأتكم نبع الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنوا الله والله ولي الحميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسولي والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الدمع ذلك يوم التغامن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن مسيئاته ويدخي المججنات وتجري من تحتها الأنهار وقالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وباهك أصحاب النار وقالدين فيها وبكس المصير ما أصاب من نصيبة إلا بإذن الله ومعين يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم وأطير الله وأطير الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاء المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواهكم وأعلادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتسفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنففوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفنحون إن تقربوا الله قربا حسنا إن يضاعفوا لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأقصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم لفسه لا تدرين على الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغل أجرهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم وأرطيه الشهادة لله ذلك يوعج بلي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء مقدرا والله يئسن من المحيط من نسائكم إن امتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر ومن يتق الله يجعل له من أمر ميسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعزن له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تطاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فستقضع لهم رقرا لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتانا سيجعل الله بعد عسره يسرا وكأي من قضية عتف عن أمر ربنا ورسله فحاسبناها حسابا شجدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها كسرا أعد الله لهم عذابا شجدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات اللهم بينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من وتحتها الألها وقالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رسقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله وفور رحيم قد قرر الله لك انت حلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهر الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضه فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأ لي العليم الخبير إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سائحات وثيبات وأبكارا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُونُوا هَا الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ وَالْحِجَارَةٌ لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَوًا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِلَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَقْبَتَ مِنْ نُصُوحًا عَسَى أَرْضُّكُمْ أَنْ يُكَفِرَ عَنْكُمْ صِيئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكَ الْجَنَّاتِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَايِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُلَافِقِينَ وَاَفْلُزْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِكْسَ الْمُصِيرُ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مْرَأَتَ نُوْحٍ وَامْرَأَتَ نُوتُ كَانَتَا تَحْتَ عَبَدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيِّ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمْ آمِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّافِلِينَ فَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا وَأَتَ فِرْعَونَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِلِلِي عِندَكَ بَيْتًا وَفِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرَعَونَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِلْرَانَ الَّتِي أَحْصَلَتْ فَوْجَهَا فَنَفَقْنَا بِهِ مُنْ حِلًا وَصَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَالِتِينَ ترجمة نانسي قنقر